تعد منارة عدن إحدى المعالم التاريخية بمدينة عدن حيث يفيد بعض المؤرخين إلى أن بناءها يعود إلى قبل حوالي 1200 عام نعم كما تقوم المنارة على قاعدة مضلعة وبها سلم حلزوني الشكل يبلغ عدد درجاته 68 درجة مرسلتنا في اليمن نور شريب والتفاصيل عدن العريقة بإرثها وتاريخها الكبير ومنه هذه المنارة التاريخية التي اسميت منارة عدن الصرح التاريخي يتوسط حي كريتر بمدينة عدن القديمة وهو وفق مؤرخين آخر ما تبقى من مسجد عدن الذي يشيد قبل ما يقارب 1200 عام مؤرخون كثر أجمعوا على أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز هو من أمر ببناء جامعة عدن بمنارته هذه وأن الجامعة حظي بتقديد وترميم في أواخر القرن الخامس الهجري بنيت المنارة في من يقول في أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز وفي أقاويل أخرى يعني بس ما حددتش متى تحديدا والغالب أنه مثل ما ذكر في كتاب مخرمة وكتاب ابن المقاور أنه أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز بنيت من مادة البوميس الشائع استخدامه في عدن قديما ومن مادة النورة والأجور والأخشاب الطبيعية تقف على قاعدة مضلعة وتأخذ شكلا مخروطيا مثمن الأضلع ويقدر طولها بحوالي 21 متر تتكون من ستة طوابق ويوقد بها من الداخل سلم دائر حلزوني المنارة شهدت عمليات ترميم كان آخرها عام 2013 وقرأ استخدام المواد ذاتها التي استخدمت في البناء قديما هي تعتبر بشكل أساسي رمز لمدينة عدن ومدينة الكريتر والناس اللي عايشين فيها بحكم موقعها في وسط المدينة صارت مؤخرا مزار ثقافي كل الفعالية الثقافية تقام فيها معارض صور معارض كتاب تحول محيط منارة عدن إلى ساحة للأمسيات والندوات الثقافية والفعاليات الاجتماعية وأصبحت المنارة رمزا أساسي يعبر عن المدينة عدن الراسخة بين القبل والبحر بأصالتها تقاوم كل العوامل والمتغيرات للحفاظ على إرثها التاريخي والثقافي نور سريب لتلفزيون مملكة البحرين عدن ترجمة نانسي قنقر